تتوالى فصول التوتر في الضفة الغربية وتتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع في الساعة الماضية سجلت عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رمالة ونابلس تخللتها اشتباكات عنيفة وإطلاق للقذائف على منازل فلسطينيين مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحة وتشهد الضفة الغربية هذه الأيام توتراً أمنياً حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تستهدف بشكل رئيسي مدينة نابلس هل تنجح الاتصالات في تهيئة الأجواء في الضفة الغربية في تهديئة الأجواء هناك أم أن الوضع متجه إلى مزيد من التوتر معنا الآن من رمالة الباحث في العلاقات الدولية دكتور أشرف العكة دكتور أشرف مرحباً بك معنا من جديد في غرفة الأخبار أوضاع متوترة ولا يبدو ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات على أن هناك مساعي جادة للتهدئة إلى أين تسير الأوضاع برأيك أنا بتقديري تكملت الأحداث وتكملت العوامل وتركمت الأحداث في حالة الشعب الفلسطيني وما يجري الآن من عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني يمتد إلى كل الضفة الغربية إلى كل الكرة والمدن والمخيمات وما جرى اليوم في تشييع جنازة الشهداء في نابلس لهو استفتاء على طبيعة المرحلة التي يريدها الشعب الفلسطيني خاصة أن الشعب الفلسطيني سائم كل المحاولات الإسرائيلية لانتقاص من الحقوق الوطنية المشروعة وبالتالي انسداد الأفق السياسي يهيئ الظروف الفلسطينية الميدانية لامتداد الفعل الكفاحي النضالي في مواجهة الاحتلال وعدوان جيش الاحتلال ومستوطنيين الاحتلال في كل يوم وفي كل لحظة على الشعب الفلسطيني وبالتالي الأمور أنا بتقديري نحن في شكل من أشكال الانتفاضة بكل صورها وامتدادها واتساعها وعناصر الفعل فيها من حجارة وعمليات مسلحة فلسطينية ردا على الهجوم والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في كل منطقة وفي كل قرية وفي كل مخيم وفي كل مدينة أنا بتقديري لا يوجد هناك من يسيطر على الأرض الآن ولا يوجد أطراف لا إقليمية ولا دولية ولا حتى الفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية عمليا تسيطر على حالة المساج الشعبي الفلسطيني الذي يؤكد بالضرورة أنه سائم المرحلة وسائم المماطلة الإسرائيلية وعجل المجتمع الدولي والحالة الميدانية هي من يتحكم بالأحداث اللافت دكتور أشرف في هذه الموجة الأخيرة من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي هي ظهور هذه المجموعات الشبابية المسلحة مجموعات في بعض المدن اللاسية ما نابلس نتحدث عن عارين الأسود ومجموعات أخرى هذا العامل الجديد الذي دخل على المشهد كيف برأيك سيؤثر على طبيعة الصراع وما قد تمر به مدن الضفة في المرحلة المقبلة؟ هذا العامل الآن هو عنوان الفعل الوطني والآن دخلت حتى مبارح في نابلس الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التصدي لسيارات المستعربين التي يكون بها قوات الجيش الإسرائيلي في اقتحام المدن ويكونوا متخفين بزي مدني وبسيارات وبشكل متنكر وبالتالي هذا دليل على أن هذه المجموعات الآن قد تكون عنوان للوعي الوطني الفلسطيني تجاه عملية كفاحية وامتداد مساحة المقاومة والنضال في الضفة الغربية وهذه المجموعات عمليا لا تأتمر بأوامر الفصائل وهي عابرة للفصائل وهذا مهم في تحليل هذه المجموعات وبالتالي هذه المجموعات نضجت في ظل الظروف المحيطة بالحالة الوطنية العامة وبالحالة السياسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهذا عمليا تعبير عن أن هناك مجموعات أخرى وهناك مزاج وطني فلسطيني عام وعارم يريد مقاومة الاحتلال وتصدي لسياساته وإجراءاته إضافة لذلك هو يدفع القيادة والحالة الوطنية العامة والفصائل الفلسطينية لتبني هذا الأسلوب من المقاومة لأنه كما قلت أن كل الظروف المهيئة لفعل وطني عارم يدل بالضرورة على أن الشعب الفلسطيني يريد حقوقه الوطنية المشروعة وهذه المجموعات عمليا نشأت من رحم الفصائل من كتائب الأقصى من مجموعات تابعة للجهاد الإسلامي من الجبهة الشعبية من غيرها من الفصائل ولكن هي سائمة القرارات وتوجيهات الفصائل لها وهي تتوجه بذاتها لأن هناك ظروف عامة يعيشها الشعب الفلسطيني اقتصادية واجتماعية وحياتية تهيئ كل الوضع الفلسطيني لمواجهة جدية حقيقية إضافة لذلك 132 شهيد خلال العام الماضي 26 خلال الشهر الحالي هذا يدل على همجية الاحتلال وعلى إصرار الاحتلال على تكبيد الشعب الفلسطيني يعني قتلى وجرحى وشهداء وهذا دليل على أن إسرائيل بسياساتها العنجهية والقبض الأمنية وسياساتها القمعية من يزيد لها بالمقاومة وعن فوان الشعب الفلسطيني في التصدي لهذا الاحتلال نعم اللافت أيضا دكتور أشرف على مستوى المقاومة الشعبية أن درجة الاستجابة للدعوات للإضرابات العامة وكل هذه الأمور هي استجابة تقريبا شبه كاملة هذا لم نكن نلمس في الفترة الماضية ولكن الآن من الواضح أن هناك استجابة شعبية شبه كاملة للدعوات للإضراب الشامل إلى آخرها أيضا كيف يؤثر هذا العامل على طبيعة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في هذه المدن نعم الحاضن الشعبية الأساسية والوعي الوطن الفلسطيني اليوم يصل إلى مرحلة يحتاج إلى عنوين فعل وجسدت هذه المجموعات المسلحة بصمودها وحضنتها الجماهرية فعلا وطنيا جديا يشكل بالضرورة استفتاء على كل المرحلة السياسية وعلى كل تهي السياسي الذي عاش الشعب الفلسطيني خلال السنوات والعقود الماضية وبالتالي الحاضن الشعبية الآن والمزاج الشعب الفلسطيني العام بهؤلاء الأبطال يشكلون نماذج وطنية بمجموعات هنا وهناك شباب صغار يعني في هناك أغنية تقول كبروا لصغار يا جبل النار صاروا ثوار الآن هذه عبارات وهي تلهم حالة الوعي تلهم حالة الثورة نعم هذا مقصود فيها نابلس ولكن في حقيقة الأمر ما يجري في جنين ما يجري في بيت لحم في الخليل في كل القرى والمدن والمخيمات تعبير عن الحالة الوطنية العارمة وما جرى بجنين خلال الأيام والأشهر الماضية من فعل مقاوم وخطاب أبو الشهداء بالناس وبالجماهير وباللغة كمان فيها من الحماسة والشجاعة والفعل الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني لأنه الشعب الفلسطيني يشعر بالإهانة الشخصية والمساس الشخصي بما يجري من يعني انتقاص لحقوقنا الوطنية ولكرامتنا كفلسطينيين يعني بفعل سياسات الاحتلال وهمجية قطعان مستوطنيه على الشوارع والطرقات وغير ذلك من إجراءات اللافت أيضا دكتور أشرف أنه هذه المرة قوات فلسطينية تابعة للسلطة كانت يعني في ضمن هذه المواجهات كانت تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا تغير لم نلحظه منذ فترة طويلة كيف نقرأ هذه المسألة أيضا يعني أفراد الأجهزة الأمنية هم أبناء الشعب الفلسطيني وجلهم أحرار ومناضلون بجوهرهم وبالوعي الوطني هذه كمان حقيقة يجب أن لا تغيب عن بالنا الروح المعنوية الوطنية عند الشعب الفلسطيني يعني حالة متجذرة بالذاكرة والوعي والسلوك وبالتالي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعقيدتها الوطنية هي جزء ورافد أساسي للفعل النضال الفلسطيني وبالتالي الكرام الوطنية هذا يعني مهم ويعبر عنها هؤلاء الشبان هم جنود صغار تدربوا لدى الكوات الأمن الفلسطينية وهم عمليا يعني يشعروا بأنفسهم يعني كذلك هم مناضلون وأقوياء ويدودوا عن الوطن والديار والعرض والأرض وبالتالي عندما يرفضوا الحالة الوطنية والحالة الكفاحية الميدانية لأشقائهم المقاتلين من عرين الأسود وغيرها في جنين والخليل وهذا تعبير حقيقي ودبي وجدي واجب أن تفهم هذه النفسية الوطنية الفلسطينية في أي عملية تحليل هذه القضية أنا بتقديري أربكة الاحتلال وحسابات الاحتلال وهذا متغير نعم صحيح ومهم ولكن هو مش جديد جرى في الانتفاضة الثانية في عام 2000 و2002 دخول يعني القوات المسلحة الفلسطينية وأجهزة الأمن قوات الأمن الوطني وقوات السبعتاش في حينه دخلت إلى المواجهة وشكلت مجموعات عسكرية ضباط يعني بالأجهزة الأمنية شاركوا في كل أشكال الاشتفاكات والعبوات الناسفة وحتى التقنيات العسكرية هذا كله يهيئ الحالة الفلسطينية لمواجهة جدية وعلى العالم كله أن يدرك والإقليم أن يدرك ما لم تنسح بإسرائيل وتعطي الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة ستبقى كل أشكال للمواجهة والآن هذه المواجهة لا تحتاج إلى تنظيم على مستوى استراتيجي عام ولا على قرار استراتيجي بالمواجهة من القيادة وإنما عمليا ستذهب كل الفصائل والقيادة الفلسطينية وراء الجماهير وعلينا كمان بالتحليل السياسي أن لا ننسى مزاجية الشعب الفلسطيني الآن تريد المقاومة والنضال والمواجهة وهي تريد أن تصمد في أمام سياسات الاحتلال في ظل حال تتهي السياسي وانسداد الأفق السياسي وتنكر المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أشكرك الدكتور أشرف العكة الباحث في العلاقات الدولية كان معنا من رامالله اشتركوا في القناة